اشتركوا في القناة ليه طريق في الحياة ليه مواهب ليه امكانيات ويا بخت الاسرة اللي فيها الاب والام وعيين وشايفين امكانيات ولادهم ايه فبيساعدوهم ان هم يكملوا حياتهم في الطريق اللي هم بيتقنوه والحاجة اللي بيحبوها والحاجة اللي بيعرفوا وعملوها بالله وقات حاجة خطيرة قوي ان الاب والام بيحاول يعوضوا اللي هم ما عملوش في حياتهم في ولادهم يعني ابي مثلا كان نفس يطلع دكتور فعاوز ابنه يطلع الدكتور لو ابنه شاطر بيجيب درجات عالية يبقى لازم يطلع الدكتور معانا ممكن يبقى يجيب درجات عالية او يدخل كل الطب وفي الاخر ما يعملش حاجة ويفشل في الحياة فعشان كده الكتاب بيقول ربي الولد في طريقه فماتى شاخه ايضا لا يحيد عنه يعني ما يختار حاجة بيحبها وبيتقنها وجميلة في حياته يبقى طول عمره فرحم بيها ويكبر فيها كتير وعشان كده بيحذرنا معاليمنا يقول له سرسات كلوسي صاحة 3 يقول له تغيظوا اولادكم لألا يفشلوا يعني خد بالك ما تدهيشه لابنك او بنتك انه هو يعمل حاجة غصبة عنه يعمل حاجة هو مش ارطه قوي مش عارفها مش عاوزها قوي وبعدين انت في الاخر هتخسر ابنك وممكن يخسر مستقبله كله ويعني بنلاحظ اوقات كتير في الناس توقى وعية قوي لامكانيات ولدها حتى لو بسيطة يعني بيحكى مثلا عن واحد طفله صغير كان قاعد في البيت بيلعب في البيت وبعدين الام جات من بره دخلت لقيته رامي ورقة كتير على الارض وقاعدت مش يخبط فيه عمل بيحاول يرسم بس عمل رسومات يعني شكلها صعب قوي فطبعا الام كان رد فعلها يمكن الام بقى تخاف على نظافة البيت ونظام البيت وتبهدل الواد وتاخد منه الحاجة لكن الام اخدت بسرعة الولاد في حضنها وقيت له الرسم جميل قوي قوي وديته حضن حلوة قوي فديته الآن ثقة في نفسه طلع بعد كده رسام مشهور قوي بيقالوا هو فانجوخ اللي هو من الرسمين مشهورين قوي في ولندا ومعرفين في العالم كله فازاي كلمات التشجيع ازاي الاب والام اللي بياخد باله من طريق ولاده ايه امكانياتهم قدراتهم يقدروا يعملوا ايه وهو بيربي ابنه او بنته في الطريق بتاع ابنه طريق الحياة ولد بيحب يعمل حاجات بيديه بيطلع بيحب الحاجات دي يبقى يمشي في الطريق ده واحد تاني بيحب مثلا الدراسة العلمية او خلاص يبقى ده طريق علم هو بيحب كده وده اختياره اردته وعش كده لازم تسأل اولادنا انت بتحب ايه وحلوة او ان احنا نيجي مثلا في القرارات المصرية وسنوية عاما نقول اولادنا اختار انت ده حاجتك ده مستقبلك انت اللي تختاره تحمل مسئولية اختيارك تكون حاجة بتحبها فعية جميلة او صفر الامثال صحة 22 ايه 6 رب الولد في طريقه فما تشاخى ايضا لا يحيد عنه وللهنا كل المجد الكرام لابد امين